في الفيديو ده هتشوف اختبارات تحليلية لاتخاذ القرار بين الوفرلاب والاندرلاب واللي من خلاله هتفهم امتى تتخذ قرار الوفرلاب وامتى تتخذ قرار الاندرلاب. هيكون في خمس اختبارات وكل اختبار هيكون لك في وقت محدد وهو خمس ثواني. خلال خمس ثواني هتختار الاختيار الافضل من وجهة نظرك. سواء كان او او الاثنين معا. وكل اختبار بنقطة. وفي نهاية الفيديو هتكتب في التعليقات حصلت على كام نقطة من الخمس اختبارات. في الحالة دي اي اختيار افضل اوفرلاب ام اندرلاب. الخمس ثواني هيبدأو الان. لو اختارت اختيار الاوفرلاب فبالفعل ده الاختيار الصحيح. فلو اللاعب اختار اختيار الاندرلاب ففي لاعب من لاعبي الخصم واقف داخل المنطقة في العمق. ويكون من الصعب على اللاعب المتحرك ان هو يستلم الكرة داخل المنطقة في العمق. لان لاعب الخصم هيضغط عليه ومش هيبقى فيه مساحة ان هو يستلم الكرة. على عكس في الاوفرلاب ففي مساحة فاضية اللاعب يقدر يتحرك فيها ويقدر يتخذ بعدها قرار التمرير. سواء ان هو يمرر الكرة بشكل مستقيم داخل المنطقة لصديقه او يمررها بشكل كطري للخلف. وبالفعل لعبها بشكل كطري وصديقه تراجع للخلف وسد الكرة ولكن كان استهلا على حارس المرمى لان اللاعب لعبها في المنتصف وفي نفس مستوى ايد حارس المرمى. فلو كان هيسددها في المنتصف كان مفترض ان هو يسددها لاسفل او لاعلى. وبالتالي كانت تكون صعبة على حارس المرمى ولكن الافضل هي ان هو كان يسددها في الزاوية اليسرى البعيدة عن الحارس ويسددها لاسفل او لاعلى عشان يضمن انها هتكون في المرمى بنسبة كبيرة. ونقطة مهمة هنا كان السبب في نجاح الاوفرلاب ان اللاعب حامل الكرة اهض خطوة بالكرة للداخل وبالتالي اكبر المدافع ان هو يغير اتجاه جسمه. علشان لما اللاعب بحامل الكرة يمرر الكرة لصديقه اللي تحرك. يكون من الصعب على المدافع ان هو يغير اتجاهه ويتحرك ناحية اللاعب ويقطع الكرة منه. في الحالة دي اي اختيار افضل اوفرلاب ام اندرلاب. لو اخترت اختيار الاوفرلاب والاندرلاب فبالفعل الاثنين صح. تعالوا نحللها بالتفصيل. بالنسبة لاختيار الاندرلاب هو اختيار مناسب واخطر على مرمى الخصب لان اللاعب كده بيدخل في العمق وبيكون امامه حارس المرمى فقط. بالاضافة ان اللاعب المتحرك القدم الاسية والقوية بالنسبة له هي القدم اليسرى. فكم من السهل ان هو يسدد الكرة وينهي الهجمة بعد ما الكرة تتمرر له بسهولة. ولكن في نفس الوقت في خطر كبير جدا ان الكرة تتقطع من اللاعب حمل الكرة وما توصلش لللاعب المتحرك. لان طريق التمرير الوحيدة المضمونة هنا ان اللاعب حمل الكرة يمررها لصديقه بين اقدام المدافع اللي واقف خلفه. وممكن هو بيمررها المدافع يقفل قدمه والكرة ما توصلش لللاعب اللي تحرك. وممكن لو اللاعب حمل الكرة يتاخر في التمرير فلاعب الخصم ممكن يضغط على اللاعب المتحرك وما يديش لمساحة ان هو يستلم الكرة وممكن ايضا لو اللاعب حامل الكرة يتأخر في التمرير اللاعب المتحرك يقع في مصيادة التسلل وبالنسبة لاختيار هو اختيار مناسب ولكن اخطر قليلا من الاندر لاب لان اللاعب بيبتعد عن مرمى الخصم بالاضافة ان اللاعب قدم القوية هي القدم اليسرى فيكون من الصعب بعد ما يعمل الوفرلاب ان هو يسدد الكرة ولو هيمررها للخلف فالمنطقة ممتلئة بلاعبه الخصم وما فيش لاعبين من اصدقائه غير لاعب واحد وممسوك ومضغوط عليه ولكن في نفس الوقت في الوفرلاب اللاعب حامل الكرة كان عنده رؤية افضل لصديقه اللاعب المتحرك وتبريل الكرة هيكون اسهل ومضمون واللاعب هنا اتخذ قرار الاوفرلاب والكرة وصلت له وكان المفترض ان هو يسددها بالقدم اليمنى في الزاوية البعيدة بكوة وكانت هتدخل هدف بنسبة كبيرة ولكن ببع ان هو ما بيقدرش يسدد بالقدم اليمنى والقدم القوية بالنسبة له هي القدم اليسرى فاتاخر في اتخاذ القرار وحاول يعدل كرة ويعدل جسمه علشان يمرر او يسد الكرة بالقدم اليسرى ولكن الخصم كان افل زوايا وممر التمرير عليه والكرة اطعت في النهاية في الحالة دي اي اختيار افضل ام اندر لاب لو اخترت اختيار الوفرلاب فبالفعل ده الاختيار الصحيح فلو اللاعب اختار اختيار الاندر لاب ففي لاعب من لاعبه الخصم واقف وهيضغط عليه ومش هيدي له مساحة انه هو يستلم الكرة على عكس في اختيار الوفرلاب ففي مساحة فاضية كبيرة اللاعب يقدر يتحرك فيها وقدر يمر الكرة لاصدقاءه المنطقة دي بسهولة ولكن لو كان مررها بشكل كطري للخلف ففي لاعب من لاعب الخصم كان هيقفل ممر التبرير والكرة هتقطع بسهولة فالافضل هنا انه هو يمررها لصديق داخل المنطقة وتكون حوائية بسبب تكدس لاعبي الخصم داخل المنطقة وفي اللحظة اللاعب الخصم مركزين مع الكرة فقط هلند قدر يتخلص منهم ويتحرك للخلف ويقفل وحده تماما وبالتالي الكرة اتمررت له وكان سهل جدا انه هو يسجل هدفه وبالفعل سجل هدف بسهولة وكان من سبب نجاح الاوفرلاب هنا ايضا ان اللاعب حمل الكرة اخذ خطوة بالكرة للداخل فاكبر المدافع انه هو يغير اتجاه جسمه وبالتالي لما حمل الكرة مر الكرة لصديقه اللي اتحرك كان من الصعب على المدافع انه هو يغير اتجاهه ويتحرك بسرعة على اللاعب المتحرك في الحالة دي اي اختيار افضل الاوفرلاب ام اندراليب لو اختار اختار الاوفرلاب فبالفعل هذا الاختيار الصحيح فلو اختار اختار الى اكثر من اللاعب وهتغط عليه ويمكن من الاندر الاسه انه هو يستلم الكرة فاختيار الاوفرلاب كان هو الاختيار الأفضل ولما اللاعب عمل الاوفرلاب سحب لاعب من لاعبي الخصم عنه وبدل ما كان واحد على اثنين بقى واحد على واحد وفضم ساحك جدا لصديقه فصديقه عمل الوان تو مع صديق اخر وسجل هدف ولا اروع في الحالة دي اي اختيار افضل افرلاب ام اندرلاب لو اخترت اختيار الاندرلاب فبالفعل ده الاختيار الصحيح فاختيار الافرلاب هنا كان اختيار خاطئ بسبب ان اللاعب لو عمل افرلاب فهيكون غير مشارك في اللعبة تماما ومش هيأثر باي شيء على فريق الخصم فالاندرلاب كان هو الاختيار المناسب لان كان فيه مساحة كبيرة فاضية داخل منطقة الجزاء اللاعب يقدر يتحرك فيها في الوقت اللاعبة كلها منشاغلة باللاعب اللي معاه الكرة بالاضافة ان اللاعب المتحرك كان في المدى البصري لللاعب حامل الكرة والتواصل بين بعضهم سهل في الاندرلاب فبالفعل اللاعب اتخذ كرار الاندرلاب وتحرك في المساحة الفاضية وصديقه مرروا الكرة وبعد كده اللاعب لعبها داخل منطقة وصديقه الاخر داخل منطقة لمسها لمسة خفيفة مسجل هدف وده كان الفيديو الاول في الاختبارات التحلية لاتخاذ القرار من الوفرلاب والاندرلاب عارفنا نلاحس التعليقات تقييمك كام من خمسة في الاختبارات دي ولعبك الفيديو يا صديقي لايك الجميل وشارع على سوشال ميديا في سواتس الانستجرام عشان غيرك استفاد وقدر تفرج على فيديو اتخاذ القرار في التمرير من هنا وفيديوات سابقه من هنا وتعمل تشاركه القناة من هنا لو لسه ما اشتركت تشوفي الختام سبحان الله وبحمدك نشهده عليه الانت نستخدمك ونتوب اللايك معكم ورشال توت واشوفك يا صديقي في الفيديو القادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته